بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز يمكن ناس كتير متعرفش انه لي معاني طيبة او معاني محمودة. من معاني المحمودة للرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة انه اه ممكن يدل على القوة وعلى السلطة. اه كمان من الرموز اللي اه بتدل على كتوم ارباح ومكاسب الرأي هيحققها. كمان اه من الرموز القوية اللي بتدل على اه نصر. وعلى اه غلبة للرأي لو كان اه في خصومة فمن الرموز اللي بتدل على غلبة للرأي كمان على نصر على عدو. اه برضو من الرموز القوية اللي بتدل على انتقال الرأي من حالة الفقر. اه لحالة الغنى. اه كمان من الرموز القوية اللي بتدل على صفر. لو كان الرأي اه بيسعى لصفر. وشاف الرمز ده فمن الرموز المبشرة لي اه بصفر عن قريب. اه كمان من الرموز القوية اللي بتدل على حصول الرأي على مكانة. سواء مكانة اه بين الناس او اه منظب او ترقية اه في مجال عمله. اه برضو من الرموز القوية اللي بتدل على سماع اخبار اه سعيدة او اخبار اه مفرحة. اه لو كان الرأي غير متزوج وشاف الرمز ده فمن الرموز المبشرة لي اه بالزواج. اه كمان لو كان الرأي اه مريض. اه وشاف برضو الرمز ده فمن الرموز المبشرة لي بالشفاء. اه برضو تعتبر من الرموز اللي بتدل على انتهاء اه انتهاء درائي من مشكلة او خروجه من ازمة او خروجه من اه ديئة. اه برضو من الرموز اللي بتدل على انتهاء خلافات سواء خلافات عائلية او خلافات زوجية برضو من الرموز اللي برضو بتدل على يعني زوال للهموم زوال للمشاكل او انتهاء للهموم او انتهاء للمشاكل او انتهاء تعب للرأي ممكن احيانا يدل على انه هيحقق امنية او هيحقق طموح يمكن بعد تعب شوية او بعد صعوبة شوية هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده وكمان هنتكلم امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية الرياح رؤية الرياح في المنام من الرموز اللي بتدل على قوة وعلى سلطة وعلى ملك كمان من الرموز اللي بتدل على النصر وزفرة للرأي كمان تحقيق ارباح وتحقيق ومكاسب كمان من الرموز اللي مباشرة بانتقاله من حالة الفق لحالة العناء اللفتالة عزباء اما تشوف الرياح في المنام اولا رؤية الرياح للفتالة عزباء من الرموز المباشرة بالزواج كمان بالرموز اللي بتدل على سفر هي هتحصل عليه يمكن في كلال فترة قريبة كمان بشارة ليها بترقية وبحصلها على منصب بحصلها على مكانة بين الناس كمان لما تشوف الرياح برضو من الرموز اللي بتدل على اخبار مفرحة اخبار سعيدة بشرط ان تكون الرياح ما فيهاش قزية يعني ما قزيتش الرأي الرياح الشديدة قوي في المنام لما تشوفها امرأة متزوجة فمعنى كده ان هي هتواجه شوية مشاكل ولكن المشاكل دي شوية هتنتهي كمان الرياح القوية لما تشوف تشوف الرأي رياح قوية وبتدخل جوه البيت بتاعها أو المنزل بتاعه لو كان مريض فبشارة لي بالشفاء كمان من الرموز اللي بتدل على خلاص من خلافات ومشاكل زوجية لو كان الرأي مدزوجة كمان لما يشوف الرأي الرياح قوية بتدخل البيت فبرده دي من الرموز اللي ممكن تلعها على سفر هو هيسفره كمان ممكن يدل كمان على انتقاله من مكان لمكان أو ترقية في عمله أو مكان كبير هيحصل عليها بين الناس أما لو شاف الرياح دي مصحوبة برمال أو مصحوبة بأتربة أو بغبار فدي فتنة أو مشكلة هو هيعيشها ولكن هتنتهي سريعا كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الرياح القوية المحملة بالرمل أو بالضراب فدي أزمة هتمر بها في حياتها أو صحاباتها لكن يعني هتنتهي كمان ممكن تدل على هموم أو مشكلة ولكن برضو هتنتهي يعني وقت قريب لما يشوف الرأي رياح قوية جدا في الشارع بتاعه فدي برضو مشاكل ومتاعب هو هيقبلها ممكن كمان تدل على صعوبة هيواجهها في تحقيق هدف أو تحقيق طموح كمان ممكن للأسف تدل على أزمة صحية ولكن مش للرأي ممكن يعني هتكون أزمة عامة في المنطقة اللي كانت فيها الرياح كمان الرياح الشديدة قوي في الشارع أما يشوفها الرأي فمعنى كده إنه هو شوية يعني عنده أو هيمر بطغط عصبي هيمر بعدم استقرار بعدم احساس بالأمان حاجة كده كمان لما يشوف الرأي رياح قوية جدا جدا وبعدين همدت أو خلصت أو هدأت كل دي من الرموز اللي بتدل على تغلبه وعلى مشكلة أو خروجه من أزمة خروجه من ديئة خروجه من فترة صعبة كان بيمر بيها الرياح القوية اللي لما يشوف الرأي إنه فيه رياح قوية والرياح دي بتسقط المنازل أو بتهدم البيوت فللأسف من الرموز السيئة اللي بتدل على الظلم وخراب هيتعرض للمنطقة اللي ظهر فيها الرياح دي كمان الرياح اللي عم يشوف الرأي إنه هو الرياح حملته وإنه هو طار بي طار بي فوق السحاب فدي من الرموز اللي جميلة جدا أولا بيضل على تحقيق طموح تحقيق هدف كمان علوه شأن الرأي وصوله لحاجة كان بيتمناها أو كان بيسعى لها كمان من الرموز اللي على تغييرات وتغييرات إيجابية وتغييرات في حياته الأفضل والأحسن ده كده باختصار رؤية الرياح فصرناها بشكل عام عرفنا إمتى بتكون رؤيتها محمودة وإمتى بتكون رؤيتها غير محمودة بتمنى إن يكون الفيديو عاجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وإن شاء الله أردت عليكم بشكركوا جدا وشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد مع السلامة